أروح لتصدي وليد اللي كان الكل متفق عليه هو نقطة التحول في المباراة زي ما ذكر الكابتن صالح تفضل لكابتن وشارك الكابتن ساعد صحيح أن شفنا كيف الخلل في الدفاع الدقيقة 41 على نهاية الشرط الأول كان ممكن التعاون يطلع بنتيجة 1-0 أبغى وليد ما هو جايك أنه التصدي ردة الفعل الرياكشن من وليد أعطى دافع قوي للفريق يدخل الشطو الثاني النتيجة 0-0 إمكانيات حارس الثقة الموجودة عند وليد وإتاحة الفرصة ونحن شفنا الموسم الماضي كان في حارس أجنبي الموسم هذا حارس الكابتن وليد وثالث مباراة في الجوة قلت أكيد يا صالح